طيب بسم الله الرحمن الرحيم. آآ تاني من الاول السيناريو يا احمد آآ احنا قلنا شاب خمسة وتلاتين سنة آآ انت رجل آآ نايب الجراحة النباتشي فتكلموك قالو لك على الحق في حادثة وجاي فيها شاب انت رحت آآ لقيت نيس كثيرا كده من جمعها حواليه ولقيت الولد هو بتكلم فانت كده ما انتش خايف على ايه ايه الابروتش بتاعك هت تبدأ الابروتش العيان ازاي? احنا طبعا اي بتنمشي عليه نفس الكلام نفس البروتوكول اي بي سي دي اي وهنمشي وراهم كلهم ورا بعض الاولوية كده يعني لو في حاجات جميع تتعمل في نفس الوقت بنعملها في نفس الوقت. هو طالما بتاعه ونقلت بقعة ونشوف اللي نسمع صدره بالسماعة ايكوال اير انتري ما فيش ويزيس ما فيش بروز ما فيش بروزيس ما فيش بيتحالق طبيعي. في نفس الوقت اي حد بيركب كانو لا بنقيس الضغط بنشوف البلس. ايه وبعد كده ده بنزل يعني بناخد تحاليل في نفس في نفس الوقت يعني. بيبقى كزا حد شغال معي في التيم يعني. يعني لو مسلا لو انا التيم ليدر هعمل كده. ايه بنراكب في الجنبين. عشان له هوا حصله شوكينج بقى شوكد في اي وقت وبنديله باخد بسحب تحاليل منه. ايه بعد كده اي بي سي. اه وبعمل في كل اي خطوة بنقل منها بعملها للخطوة الاولانية تاني. اه. لو العيان بتاعي ستيبل و اه وكويس بقى طبعا هنركب فولي كاسيتر. اه. ده مبدئيا يعني. وكل مرة هرجع تاني لنفس الخطوة. مشي. حد حد حابب يزود حاجة على اللي احمد قاله. وانت قلته كده مزبوط. هنزود بس تفاصيلة تفاصيلة تغيرة. وانت رايح برضو اية لازم في دماغك انت عايز تعرف المكانزم. ув injuries بس ده ميعطومكش عن ان انت بتكمل primary survey بتاعك. خلاص? انت كده primary survey يعني هم الكلمة دي يعني كنت عايز اسمعها. موضوع primary survey. second survey ميشي? بس انت رايح تعمل primary survey. اه انت قلت uni Bcd. اه والله الرجل بالضح llamز 식 overture. كمام? ميشي. انت عملت assessment breathing paint padl ha ya انت وقت ب Ben بتبص وبالسماعة والتلات حاجات يبقى انت بتبص على ايه بتبص على زي ما انت قلت كده على الشيست من برا في اي بروزز في اي انجري او لحاجة من برا على الشيست بالسماعة بتسمع ما فيش هنا ايه ما فيش اي تأليف ولا اي حوارات التروما انت بتسمع بايلاترا يمين وشمال وبسرعة كده وكل اللانج زونز كده يعني مثلا بتقسمهم ثلاثة وخلاص يعني ابر وميدل ولور يمين وشمال اير انتري ولا ما فيش اير انتري بسرعة ما عندكش وقت لاي حوارات تانية وبتحس وبتحس وانت بتشوف برضو بتشوف الشيست موفمينت في البريزنج بتشوف زي ما قلنا بتشوف وانت بتحس برضو كتحس الشيست موفمينت لو انت مش قادة بتشوف كويس وابتحس التراكية تمام تراكية سنترال ولا مش سنترال ولا دفياتت تمام بعد كده وانت بتعمل في السيركوليشن كنت تؤسس ايه الحتة اللي انت يعني يعني ما قلتهياش اللي هي هي حتة صراحة يعني هي تتنسي صراحة يعني مكتوب في الكتب كده وفي الامتحانات وكده ولكن يعني هي يعني يعني اللي احنا فيه ده بس ما علينا عشان قطر برس ايه الامتحانات وعشان قطر لو انت دخلت امتحانة ولا حل خلاص يبقى انت زي ما انت قلت كده الضغط والنب البلس والبلاد بريشر والكابيرر الريفل والإكستريميتز لو في كولد إكستريميتز بتحس الكولد إكستريميتز انت كده بتعمل عملتها السيسمنت للسيركوليشن وكل ده وانت بتخليهم فعلا يركبوا اتنين ويسحب تحليلك في اللحظة دي وانت بتركب الكانيولاز ويعلق فليوتز على طول تمام في اللحظة دي لازم تكون بتفكر في الترانيكسامك أسد اللي هو يسموه كابرون عندكم هنا في مصر يسموه كابرون الترانيكسامك أسد المفروض ان انت يعني المفروض تديه على طول حتى لو انت مش عارف هو فيه نزيف ولا ما فيش نزيف هو انت المفروض تديه وكان دي ترايل كده اسمها كراش ترايل فيه كراش وان ترايل وفيه كراش تو ترايل قالت ان هو بيحسن السيرفايفل بتاع التروما بيشنت كراش تو ترايل بتقولك ان هما طبعا يعني الكلام ده مش عندنا الكلام ده برا هما بيدوا البراميديكس بيدوا الترانيكسامك أسد انسين انسين يعني ايه يعني العربية الاسعاف اللي رايحة تجيبه وهي بتحمله بتديله ترانيكسامك أسد في الشارع او بتديله في العربية الاسعاف وبعد كده لما بيوصل للمستشفى بتديله تاني بتديله بولس انسين ده وبعد كده لما بيوصل للمستشفى بتديله انفيوجن بقى على مدار ايه اللي هي بتدي واحد جرام او الأنبول الكابرون اللي هنا ده ده 500 ميلي جرام وانا والله يعني اديته في حالة كده واشك انه هو بيشتغل بس يعني ايه اهو بنعمل اللي علينا وخلاص وبعد كده اللي هو التاني بقى بيبقى على مدار ايه على مدار ست ساعات او حاجة فدي اسمها كراش كراش تو ترايل بصوا فيها بس الترايل كسامك أسد ده من الحاجات اللي هو يعني مفيد يعني انت لو عندك لسريشن صغير في الليفر ولا في الاسبلين ولا حاجة وممكن تديه وخلاص يعني ما يمنع ان انت تعمل لابروتومي او تعمل حاجة كبيرة فمفروض تفكر في هذه اللحظة طبعا لما يبقى الميكانيزم في انجري متماشي مع حاجة تكون فيها بليدن عشان كده كنت عايز اسمع ان انت عايز تعرف الميكانيزم في انجري ازاي يعني ايه اللي حصل بالزبط هل هو العربية ديست على بطنه هل هو وقع على جنبه هل هو يعني في بقى ايه حتى في ام على حسب بقى الميكانيزم في انجري فانت لو شكت ان هو ممكن يكون فيه بليدن فانت على طول ايه ما تترددش ان انت تدي ترنجسامك أسد هو إيه عندك البليدنج ممكن يبقى فين إيه الكافيتز اللي بتبليد في الجسم ممكن إنتراكرينيال إنتراكريتينيال إنتراكريتينيال و الشيست شخص ليه إنتراكرينيال البليدنج بتاع الانتراكرينيال دوت ما بيوقعش الضغط تاع العياني يعني مش بيبقى بليدنج بروفيوس كده يوقع الضغط تاع العياني ليه ليش معنى يعني لانها ميلي ميليز بالذات ما بتقصرش خالص وبيعمل بلاو تانية يعني بس هو مش من الحاجات عشان خاطر اللي هي الايه هو بيزود الانتراكرينيال بريشر يعني بقى فيه بليدنج بيزود الانتراكرينيال بريشر من لأن انت عندك السكال دي تصلها ايه يعني نشفة ما فيش مكان اصلا فحتى دي يسموها المونرو كيلي دوكتراين المونرو كيلي دوكتراين انت عندك البيزت بتاعها ايه ان السكال دي جواها فيه تلات حاجات فيه البرين تيشو وفيه السي اس اف وفيه البلد تمام يبقى البرين تيشو والسي اس اف والبلد التلاتة دول لما واحد فيهم بيزيد وبيضغط على الاتنين التانيين فانت عندك لما بيحصل مثلا برين اديمة البرين اديمة مثلا حواحد اتخبط في الماغو فحصل وبريين اديمة وبتاع الكلام ده كله بيقلل وبيزود كل حاجة فيهم لو حصل بليدنج البرين بيضغط على البرين نفسه بيضغط على السي اس اف وبتاعه بيزود بس ما بيبقاش فيه الزيادة البليدنج اللي هو الفضيع اللي هو يخلي العيان يقع منك دايما البليدنج الكبير اللي بيخلي العيان يقع ده غالبا كده بيبقى ابدومن رقم واحد لمبز زي ما انت قلت كده في الليمب الزيادة اللي هو الليمب كده بيبقى فيها سبيس كبير الشيستر ايه نده نقول رقم ثلاثة يعني ايه فانت لو عندك عيان بالضغط عمل يقع منك انت لسه ما عملش سي تي ولا عملت اي حاجة فانت هتفكر هتفكر بالطريقة ديت والله هممكن يكون من هنا او من هنا او من هنا من الابدومن او من الشيست او من عشان كده دايما لما يبقى عيان بيقع منك ومش عارفين يسيطروا عليه دايما اول حاجة تيجي في دماغهم يكلموا مين يكلموا دكتور الجراح خلاص خلاص هم بيبقى شكين بها ايه ان الموضوع كده في الابدومن بتاعته طبعا لازم تتحط الايه البوزل كله مع بعضه الميكانيزم في انجل يكون في دماغك في ابدومن البين وابدومن فايه ماشي الموضوع كله ماشي مع بعضه خلاص فخلنا نقول ان في السيناريو بتاعنا ده يا عم احمد الشاب ده العربية يعني كان هايو ركب متسكل مثلا ودخل بقى في عربية والعربية ايه عدت من على جنبه عدت من على الشيست تقول كده ومن على ايه من على بطنه من ناحية الايه اليمين وهو وانت بتعمله الاسيسمنت بتاعك هو تندر في الابدومن وفي اللور شيست وانت عملت الاي بي سي بتاعك لقيت في بتاعتك لقيت في ان هو عنده في على الناحية اليمين دي في ابدومن الديندرنس الضغط بتاعه 80 على 60 والبالس بتاعه 120 انت بدأت تتعلق بتاعتك علقت له هتعلق له ايه وهتعمل ايه بعد كده اول حاجة بدي واحد لتر كده بورس فلويد سواء سالين مسلا او حاجة بعد كده وبدي طبعا ترانزيكسيميك اسيد وبسحب طبعا ان كنت ساحب التحقيق قبل كده اللي هو ABG وال CBC وال يوريا والكريات الحاجات دي هشوف في المجلوب ان اخباره ايه وغالبا مش هيتأثر شوية بس هاتي هاتي كل شوية ايه تاني تبص عليه اللي انت برضو عايزه ممكن يتأثر ويديك انديكيشن اللي بيحصل تمام بص بوص ضمن الحاجات اللي لسا بتاع التروم بيشن بعد هندي و هنجن وعم ممكن نعمل فاست في التوارج عشان نشوف بي هيدين يعني هنت كده عن ان في او او حاجة وغالبا في الرايت بالقبر الرايت اف من ده احنا قلنا قلنا المرة اللي فاتت خلينا معاشة لغبات خلينا ان احنا هو ماشي العربية ماشي على كده وماشي ايه اه اللي اه خلينا لك انا قلت في على النحية في الشيستر دكريس دكريس دير انتري ده ده يعني ريد فلاج يعني ممكن يكون اه موسوركس او في inhas او هيموسوركس او هيدر اي ان ان مو اي نيموسوركس او هيموسوركس طيب ماشي انت هتعمل السعسيمات القصة don't مع دكريس دير انتري اي الحاجة التانية انت عسي تريس انت وممكن نعمل شست اكس راي سريع كده ممكن تعمل شست اكس راي بس في ايه تاني كلينيكالي الشيست موفمنت في الجنبين وتقارن والبريس ساونس في الجنبين اللي هو ال الاري انتري في الجنبين ومشوف بها في بروزيس ولا مفيش في الجنب ده ولا في فيما اماكن بروزيس اماكن خطة في تندرنيس المكان ده ولا مفيش ايه تاني حاجة سهلة حاجة بسيطة انت عكيد عارفها بس انت انا اول احاولا حاجة بطلت تراكية تبع شفتد لا غير التراكية حاجة اسهل منكم. فيك كهر صاين. ليه? الكهر صاين ليفتشو دربين بيبقى عشان الفرينيك نير اريتيشن في هيمي بروتونيام. ايوة ماشي ده 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 كده في الابدومن بس يعني في بعض الناس كانوا بيعملوا الايد بتاعت الدكتور كده على تشيس طول ويشوف الموبمنت واللي قوليها بتكون بتفتح معاها وما بتفتحش او اكوى على الجنبين او مش اكوى على الجنبين. انت عندك عندك عشان تاسس الاسباريشن بتاع العيان. احنا انا بقولك في دكريز الار انتري فانت عشان. انا هعمل بركشنا دكتور. ده توقف بركشنا. انت عندك. والله هو في دكريز الار انتري. ده ده ايه? ده انت. انت اللي اتماعتي دكريز الار انتري. طيب العيان بقى نفسه. هل دكريز الار انتري ديت مؤثر على العيان? هوا كل قصة في ايه في التروما جماعة. انا عندي وقت. انا عنديش وقت. تمام. انا عندي وقت اعمل مثلا. دكريز الار انتري. انت اول ما تسمع دكريز الار انتري. انا عايز اعمل دلوقتي. انا ممكن يكون فيه. هيمو سوركس او نيومو سوركس. صح? انا عايز افكر. خليك فكر فيها من الاتر للأول. مش من الاول للأس. وانتعب بلس مثلا. لو فيه هيمو سوركس ونيومو سوركس. انا محتاج دلوقتي اركب شستي تيو. صح? تمام. طيب. هل انا. انا لازم اركبها دلوقتي. ولا ممكن تكون. انا مثلا. يعني مش سامع كويس. او موضوع يعني حاجة بسيطة. اه ممكن يكون فيه. بسيطة. يعني لو فيه. او هيمو سوركس تغير. او هيمو سوركس تغير. مش لازم اركب شستي تيو. طيب. انا محتاجي بالعين. او او مثلا. استنى لما اعمل اكسر ايه زي ما انت قلت. او استنى لما اعمل سي تي تروما. احنا كده كده. هنروح عاملين سي تروما. شستو. ابدو منو بلغس. فانا عندي وقت. او لك بشستي تيوب دلوقتي على طول. طيب. والله. انا لوقتي العين كلينيك اللي عامل ازاي. ماشي. انت. ادي واحد. طيب. الانسپيروتور ريت بتاعك. ادي اثنين. الانسپيريشن. ادي ثلاثة. يستخدم الاكسر المسل الزقوف اللي هو بتاعت. الانسپيريشن. او لأ. ادي اربعة. الحاجات اللي انت قلتوها. التركية. كل الحاجات ديت. انديكيشن. لا انا انديش وقت. لا الراجل ده. عنده استي تيوريشن بتاعك عمل يقع. انا حطت قريدي على اكسجين والستي تيوريشن عمل يقع. اه. اه. رسبيريشن بتاعك عنده زيادة. اه. بيستخدم الاكسيسر المسل الزقوف اللي هو ترسبيريشن. اه. عرقان وسويتي وكلامي. اه. اه. بصيت في الاي بي جي. لقيت عنده بقى ايه. اه. اه. الانسپيريشن بقى تلاقي حاجة عنده. بقى الناس اللي بتاعك عندها تروما هي بقى عنده ايه. شوف انت مش فاكر الله. تشوف بقى ريسبيلاتوري أسيدوزيز ولا ريسبيلاتوري الكالوزيز تقريبا يعني لقيت فيه لغبطة بغض النظر عن ايه ده انا مش مش في دماغ الوقتي مش من الحاجات اللي احنا بنبص قوي فيها في الفلترومة موضوع الابي جي ده بس ايه احنا بنبص في دايما في الابي جي بيفيدني في الترومة في حاجتين اساسيتين الهموغلوبين لان انت بيديك بسرعة الهموغلوبين بسرعة واللاكتات عشان اللاكتات يقول لك ايه انت بتتكلم فيه انهي ليفل من الهايبوفوليمك شوك بس لو فيه اي ريسبيلاتوري كومبروميز برضو هيبان معك في الابي جي بس مش يعني انا عايزة ابين لك بس ان مش الابي جي في الحالة دي تولا انا باعتمد عليه انا اصلا ما عنديش وقت ان انا اصبر لحد لما بتاع الابي جي لو هي فيه مشكلة عندي في البريزينج لو فيه مشكلة عندي في البريزينج الموضوع كله 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 اهو الراجل الساتوريشن الاسبايتورييت بتاعه الاكسيسيوري موزلز او سرسبيوريشن اه وتوتى وكلامه مش قادر ياخد نفسه انت تخيل ما يبقى واحد مش قادر ياخد نفسه وانت معندكش وقت ساعتها بقى على طول من غير ما انت تتفكر ولا تعمل استنى اكس ري ولا تستنى بتاع انت هتروح جايب فاتح جايب شستيوب وبركب شستيوب خلاص والله لقيت بقى كل خلاص إبقى أنا ممكن أستنى دلوقتي أو أستنى لما هعمل CT أو ما هستنى لما هعمل chest x-ray خلاص طبعا يعني في الأماكن اللي هي فيها إمكانيات بنعمل CT على طول اللي هو إيه كل حاجة brain و chest و abdomen هنا يعني في أماكن كتير كده تلاقيهم إيه فيه طبعا يعني إمكانيات تبقى محدودة شوية فبيعمل CT brain و يعمل chest x-ray و يعمل صونار على الأبنون ماشي يعني لو كلينك اللي بتاعك أنت واثق فيه وبتاع خلاص همشيها كده يعني طيب يبقى احنا قلنا أن أنت لقيت decreased air entry و أنت لو كنت سألتنا على saturation كنت أقول لك saturation على الأكسجن يعني هو مركب 2 liter oxygen هتلاقي saturation و كنت أقول لك وسلاًا 89 و هقول لك رسباتوريت بتاعه مثلاً 25 فأنت كده هتعمل إيه بعد كده طبعاً نحط على high flow oxygen و غالباً يحتاج ده تحتاج testitude طبعما الساتيويتم بتاعات أسر كده ده غالباً بيجمع إيهما هو إيهما ما يطوم أنت أول حاجة زي ما أنت قلت كده بالظبط تفكر أن أنت تزود الأكسجن لو هو 2 liter ده مش كفاية المفروض تحطه على high flow 15 liter non-de-breeze mask يعني دي الكلمة اللي هي يحبوها في كورس ATLS طبعاً يعني احنا هنا بعيد خلص عن الكلام ده بس يعني إيه high flow oxygen وخلاص تمام حط على high flow oxygen وبعد كده re-assess ما أنت بديت re-assess يا دوب في 3 ثوان يعني لقيت أن الدنيا لسه ما زبطتش يبقى على طول لا تتردد أن أنت تركب chestitude ماشي بكيبت يا عم أحمد chestitude في العين ده وشيستitude بتاعك حسن جابت كده شوية blood جابت لها حوالي بتاع 300 سنتي كده blood طيب تلينا نفترض يعني سؤال بس مش مش هنطلع برا السيناريو بس سؤال كده هو إنت افرض الراجل ده جاب 2 لتر blood أول ما حطيت جاب 2 لتر blood وبعد كده هو يعني إنت إيه 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 في بالك على حسب blood اللي جاي لك على حسب كمية blood اللي جاي لك حد عرفها تقريبا لو جاب آآ لو جاب مش عارف أكتر من 200 ملي في الساعة في 200 ملي في الساعة على مدار الوقت طويل يعني مش فاكر بالزبط والله لو جاب لو جاب 200 ملي كل ساعة لمدة 3 ساعات يعني إنت عمل كيلو حجزته وتلت ساعات كل ساعة بيجيب 200 ملي أو أكتر يبقى أنت كده محتاج تعمل سورة كتب يبقى خلاص دلوقت الراجل ده عمال ينزف من جوة وإنت مش مسيطر على النزيف يعني ما أوقفش أو لو إنت حطيته راح جاي لتر ونصف أو أكتر وهو حتى في الكتب لما كتبين الأرقام دي كتبين يا جماعة كتبين كده أن الأرقام دي يعني ما تاخدهاش كده من بتاعة بتاعة بتاع بتاعك يعني هنفترض مثلا أن الراجل جاب لتر ونص دم بس ستيبل قدامك وخلاص وما تجابش دم تاني خلاص مش هنروح نفتح شركتهم يعني فهم يعني بيبقى فيه برضو إيه مخي يشتغل شوية فهو هم يعجب 200 وبعد كده جاب 300 وبعد كده جاب 400 وبعد كده ستيبل راجل ستيبل وكويس قدامك وبتاع ممكن يتحسن تلاقي مثلا الساعة اللي بعدها جاب كده انت تبدأ يعني ايه يعني تاخد الموضوع سيرياس شوية ان انت محتاج تعمل سوراكوتوم هتحطها في دماغك بالطريقة دي خلينا نبعد عن الحتة دي عشان احنا ايه من ايه نخلينا في السيناريو بتاع طيب فانت ركبت هو نزله 200 ميلي و بس ستيل لضغطه انت اديته كنت اديته زي ما انت قلت وديته لتربولاس وضغطه يعني 90 على 60 والبولس بتاعه برضو يعني 120 بتاعك تحسن دلوقتي وهو زي ما قلنا كده العربية معديه على نحية الشمال كده فهو تندر في الليفت ابر كوادرانت وفي الليفت سايد كده هتعمل ايه انت دلوقتي للعيان ده اه طبعا العيان ده ستيل يعني في مرحلة الخطر في الشوك هنيت بفليوتس تاني اكتر طبعا هنحافظ على درجة الحرارة تاعته لان الفليوتس الكتير والشوك والكلام ده yani بين انت ما أقول بلوت انت هقول بلوت تي انت بلوت ترانس في حاجة اللي احنا مش موجود عند مصر بس أقول ها الإذن اتفقنا عليها لمرة اللي فاتت اللي هي اسمها ايه اللي تفكر فيها الكتير ايه الماسف ترانس اه المسف بلوت کر agrad ده خلاص يعني ده بروتوكول كده بقر وعدنه بقى احنا تكلمنا عليها المرة اللي فاتت ان انت لما يبقى في عيان شاكك انت في زي كده المفروض ان انت بتاعت هيمتولوجي مع بتاع التوارئ مع بتاع البنك الدم مع بتاع يحضر لك بقى ايه باكس كده يحضر لك ايه لك الفيرست باك الساكن باك السيرد باك الفيرست باك ديه هي الفكرة في هنا ان انت عايز دي ما انت قلت كده انت مش عايز العيان يخش في حاجتين مهمين جدا اللي هي الهايبوثيرميا والكواجيلوباثي انت لما بتدي بلاد ترانسفيوجن ممكن العيان يخش في هايبوثيرميا ويخش في كواجيلوباثي طيب انت ايه اللي بتعمله ان انت لما بتيجي تدي بلاد ترانسفيوجن بتدي معاه حاجات تانية بتدي معاه كرايو بتدي معاه بليتليتس بتدي معاه بلازما الحاجات دي كلها عشان خاطر ما تديش انت باكت ريتسيلز كتير فالعيان يخش منك فيه لان انت عمل بتلغبط فيه بتاعته فالمفروض ان هي بتديها في صورة باكس كده وطبعا المفروض ان هي بقى بنك الدم بقى بتاعك اللي هو ايه خلاص عامل معك يعني عامل بقى قصة اللي انت عندك فيه كزا من الدم اللي انت ممكن تديه لو انت ما عندكش وقت خالص وما عندكش دم اللي هو بتدي او نيجاتيف اللي عندك هتديه وخلاص طيب او نيجاتيف ديت ما هيش سيف زي ما انت متخيل لا هي او نيجاتيف ديت فيها يحصل منك ممكن يحصل منها مشاكل يعني ممكن يحصل منها الاكشن وكل حاجة ولكن لان الموضوع اوسع من او نيجاتيف لا ده فيه انتيباطس كتير تانية فيه بلاوة كتير تانية موضوع يعني تخصص الهيمتولوجي ده ربنا يكون فعون الناس اللي بتاخد هيمتولوجي اصعب تخصص شفته بحياتي تخصص سخيف جدا وفيه تفاصيل كتير جدا واحد ما كانش عارفها وما كانش متخيلة يعني باختصار خطر ما نطلعش براك كلام ال او نيجاتيف ما هوش سيف زي ما انت متخيل فلو تقدر عندك وقت وتستنى وعايز بلاد كروس ماتشت مزبوط يبقى انت ده افضل عيان بس انت ما بتدهوش غير لو العيان فعلا يعني خلاص هيوقع ضايع منك او نيجاتيف ادي بقى او نيجاتيف اللي موجود عندك وخلاص اللي هو ايه بتبص عليه في تلاجة ده او نيجاتيف هنديه مش هنعمل اي حاجة تانية بسرعة كده فيه لفل اعلى شوية وفيه لفل اللي هو الكروس ماتشت المزبوط خالص الكروس ماتش المزبوط خالص انت بتاخد عينة من دم العيان نفسه وتاخد عينة من كيس الدم اللي عندك يعني مثل عين بتاعك دوت ايه بوزيتيف وعندك الكيس ايه بوزيتيف وبتاخد عينة وبتعمل لهم بتاع في المعمل كده اللي هو ايه اللي هو تتأكد الموضوع الفولي كروس ماتشت بلوت ده ده بياخد له حوالي مثلا 40-45 دقيقة طيب فيه لفل في النص فيه حاجة كده اللي هو ايه ما هواش مش عارب يسموها ايه كروس ماتشنج برضو بس بياخد له عشر دقيقة او حاجة وهو ده ده الاغلب الناس بتعمله يعني انه هو احنا بناخد برضو نقطة من دم العيان على نقطة من دم اللي في الكيس ويقعدوا يعملون كده ايه بسرعة كده على سلايد كده ويشوف هيحصل كو اجريشن ولا لا ولا يحصل لأي الاغشن ولا لا ده بحاجة كده بتاخد عشر دقيقة هو ده وده غالبا اللي بيبقى متاح في اغلب الاماكن انت المفهود كدكتور تبقى فاهم الفرق لان انت اللي بتحدد الارجنس بتاع الموضوع حال انت محتاج تدي حاجة اللي هو ايه بسرعة حسب بقى الارجنس بتاع العين اللي قدامك يقول لك يا دكتورس احنا هنعمل لا مفيش وقت هتلي البتاع على طول ولا انت محتاج تدي ولا انت عندك وقت ان انت تعمل مزبوط يعني لان احنا قلنا زي ما قلنا كده في التواري كل موضوع في الوقت فانت لما يبقى عندك ضغط واع انا كنت عاجة اسمع الكلمة دي من اول خالص يا احمد موضوع البلد ترانسفيوجن انت هتكلم منك الدم وانت بتبعت تحيل بتاعتك هتبعت كروس ماتشنج البلد على طول كده مع الكانيولاز كروس ماتشنج البلد بتركب الفلود بتاعك على طول ويكون البلد بتاعك جاهز على بال ما ايه على بال ما انت تكون الدت اللتر الاولاني بتاعك يبقى ديها تثبتها في كل العينين للتروما انت زي ما انت بتقول كده كما احنا قلناها يا جماعة التروما دي كلها بتتحفظ هي بتتحفظ كده عشان خطرص لوقت المشكلة ما بباش فيه وقت تفتكر فلازم تكون حافظ الموضوع بالطريقة دي خلاص يبقى انت وانت بتعمل بريزنج قلناه وانت بتعمل بتأسس بتأسس بتركب بتقوله المريضة بتاعتك تبدأ المحليل بتاعتك على طول وتفكر في تسحب وتسحب عشان خطر تحضر نفسك لو انت احتاجت خلاص بعدها بشوية قلنا ركب ولسه ضغط واقع شوية فخلاص هتركب بقى الوقت ان انت عايز تديله دم وكلمة ماسف ترانسفوشن بروتوكول دي تنبقى عارفنا طبعا يعني انا اشك ان فيه مستشفى في مصر عندها ماسف ترانسفوشن بروتوكول ولكن ايه لو حد فيكو دخل امتحان مثلا اما ارسي اس ولا ولا حاجة دي كلمة مقدسة يعني لو حد فيكو حابب يعني يخش بتحانات الاما ارسي اس كلمة الماسف ترانسفوشن بروتوكول كلمة مقدسة ويحبوها هم جدا يعني ان انت كده ايه فاهم السيستم وفاهم الدنيا هناك ماشي ازاي اه تمام يا عم احمد انت علقت للراجل ده لتر فلويد وعلقت له كيس دم وهو ضغطه يعني ده بقى 100 على 50 بقى 100 على 60 وطالله بقى ستيبل شوية اه وانت معلق له الدم وبعد كده رحت انت الحمام هديت كده شوية وكلموك اقول لك تعالى الضغط بتاع راجل ايه وقع تاني الضغط بتاعه نزل تاني بقى 90 البلس بتاعه بقى 130 وسويتي وكلامي كده اه وهمهم مش مبسوطين يعني هتعمل ايه دلوقتي ده طبعا دليل على ان تي ميجور بيسل او سوريد ارجان دامج جوها ده معنى انه العيان دخلت في شوك وخلاص ده يعني لازم نتجهز دلوقتي انا ممكن اعمل حاجة سريعا كده على ما يكون ميحضارات العاملية برده في الديني كلون هشتغل في ايه ممكن اعمل فاصط اترا ساوند هشوف فيه في اي مكان فيه انجل في ايه حتة سواء بقى في او في انا مش متأكد برده لانه ممكن الهيستوري يكون خالي يعني هو هو انت مظبوط جدا انت انت فعلا هتخلاص اللي عندها عايز تفكر تتودي العمليات الفاصط هنا في المرحلة دية لو مش هيقطلك ممكن يفيدك في حاجة مهمة جدا هو ده في ولا في لان بتحصل كتير ممكن يكون الشيست تيوب اللي انت حطتها مش جايبة كل البلد وممكن تكون مسدودة او ممكن يكون في بلد في ناحة تانية اصلا وانت مخدتش بالك وهي هتديك بس كلو كده والله انا لما جي افتح يعني هفتح ما لقيتش مثلا انا في الابدومن او ما شفتش مش هتقول لي ان انا ما بخش لها نقط العمليات بس هتقول لي والله يصدق ده ممكن يكون في الشيست يعني حطها في دماغك من الحاجات اللي هتحطها في دماغك والسيناريو ده حصل معايا مرة ان احنا ركب نشيست تيوب وجاب شوية بلد صغيرين والعيان عمال دغطه بيقع ودخلنا العمليات واحنا اساسا يعني حتى كنا عملنا سي تي يعني عملنا سي تي والعيان بطن وفاش حاجة وبعد كده بعد عملنا سي تي رجع العيان بره ودغطه لسه بيقع فاضطرنا ان احنا ندخلوا عمليات بها ما احنا مش نعمل سي تي تاني ما قل بلك في التروما الموضوع لحظي القرار لحظي يعني القرار بتاعك ممكن يتغير من لحظة لتانية فانت عملت سي تي السي تي في ساعتها ما كانش فيه بليدنج وبعد عيان طلع من سي تي راح للقوضة ممكن يكون حصل بليدنج تاني في الطوارئ بعد ما عمل سي تي عادي طبيعي بس له مش عيان اللي اكتف اللي هو عملنا سي تي وستي تي اللي عمسوش حاجة فخلص مش نعمل حاجة لا انت طلعت وانت بتتعامل مع الكلينيك اللي قدامك فكان انا فاكر عيان دوت وفتحناه وما كانش فيه حاجة في الابدومن وما كانش فيه حاجة في الابدومن وعلى بال بقى ما اكتشفنا ان هو ممكن يكون بيبليد في الشيست كمات يعني كان بقى ايه انا فاكر ساعتها بعد ان فتحنا فموردة جاية بتقول ايه فيه دم على الارض دم كتير على الارض احنا طبعا نفتحين ونغطين الشيست أصلا احنا مركبين الشيست تيوب والشيست تيوب ما عنداش بيئة مشكلة وبعد كده لما بدأنا نبص على الدم على الارض ونفتح نعري العيان فبدأ ايه دم كتير جاي من حوالين الشيست تيوب ففتحنا ساعتها الشيست وكان فيه كان فيه دم كتير جوه الجوه الشيستروس احنا كنا اتأخرنا فدي غلطة علشان احنا ما عملناش consideration من الاول خالص ان الشيستي تيوب ديت ممكن تكون مسدودة اصلا او ممكن تكون مش جايبة كل حاجة او ممكن يكون فيه bleeding عن ناحة تانية فخلي بالكم الحاجات ديت لان الحاجات حاجة حاجة صغيرة ايه ولكن من ضمن الحاجات حتى لما تيجي تقرأ انت تلاقي نفسك ايه يقولك ايه هتبص على تاني وهتبص على ناحة تانية تاني ولو انت فتحت الابدومن على طول دي مجتوبة في الكتب لو فتحت الابدومن ولملا لقيتش خبتها تشك في الشيست احنا برضو يعني ما شكناش في الشيست يعني فتحنا كده عادنا ندور في الابدومن وطولنا كان المفروض ساعتها على طول ما تفكرش كتير بوي خلاص انت ملقيتش حاجة في الابدومنìn وميعيزنا بتاعك عمالي واع منك يبا كان المفروض انت تشك في الشيست على طول تمام فزي ما انت قلت كده يا عم احمد انت خلاص هتفكر تاخد قلت العمليات ولكن انت يعني على بل ما عايش اللو طلعوه فانت عبتبص بالخصص بتاعك عشان تتأكد عايز تشوف بس فيه فليود ولا ما فيش يعني يديك انديكيشن كده ممكن يكون فيه فيلشست محتاج تفتح سوراكوتومي ولا محتاج تفتح طبعا انت لما تبقى محضر نفسك وعارف ان فيه مثلا فيلشست او في البتاع فانت هتكلم الكارديوسوراستيك هتكلم حد بتاعي يعني تبقى محضر نفسك متكلم العمليات وقلهم والله جماعة افتحوا لي الاباروتومي 6 بس انا احتمال اعمل سوراكوتومي شوفوا لي البتاع الجيجلسو ولا البتاع اللي بيقطعوا بيه الستيرنام دوت كده يعني تبقى ايه الحاجات دي بتوفر وقت انت كل القصة ان انت بتحاول توفر وقت فيلترومي طيب فانا متفق معاك ان انت هتتودي الرجل ده العمليات كلمت انت التخدير وكلمت قط العمليات وايه والدول عمليات هتعملين انت بقى في العمليات اول حاجة طبعا هي ايه اسبقى اصل فانا هبص على على كل حاجة جوه البطن هبص على هبص على هبص على هبص على هبص على هبص على بس طبعا كل حاجة ولها اولوية الحاجات اللي ممكن انا انا شاك ان ايها تبليد بكميات بورفيوز بليدن مثلا او وخصوصا اللي هو جاي مقبوط زي حدارك ما قلت في الجنب الشماء في الجنب والشمال في الابر ابدومن ده طبعا يعني المست كومن اه انترنال اورجن انجري هو هو لسبلين فطبعا هيبقى بحضت في المائي ان اول حاجة هبص على هبص على هاي لسبلين ان انا داخل اصلا معايا معايا هستوري او معايا بالإجزاميليشن وانا يعني الموضوع ده ما اكت عليه برضو كتير لان حصل معايا كذا مؤخرا موضوع الهستوري ده يعني هو ده الدكتور انا شايف ان هو ده الدكتور هو ده اللي بيفرقك عن اي حد انت لو مش واخد هستوري كويس مش عامل اجزاميليشن كويس هتخش تتلاقي الدنيا تايها معاك جوا والدنيا معايزة انت لو واخد من الاول هيوفر رعاك ويعني هيخليك اسرع في قراراتك هبص على حاجات اللي قلت حضرك عليها دي طيب احنا قلنا اعتقد ان احنا قلنا قبل كده كلمة دامش كنترول لابروتومي قلنا الكلمة دي ولا ولأ اه ماش هقولنا طيب دامش كنترول لابروتومي لها لو انت عايز يعني تبص بس اه هتبص ازاي هتبص ازاي هي دي بقى طريقة البص تمام احنا قلنا كلمة دامش كنترول لابروتومي يعني انت عايز تريستور الاناتومي بتاع البيش أنت مش الفيسيولوجي بتاع البيش انت مش الاناتون يعني مثلا فيه بليدنج وده مش كنترول انت مثلا فيه بليدنج من الليفر مثلا وانت ما تعرفش اي حاجة عن انتهم بتاع الليفر وانت راجل دكتور جراحة عامة وعمرك ما شفت الليفر ده اصلا ولا عملت فيه فانت كل اللي هتعمل انت هتحط باك وتوقف البليدنج بس فيه مثلا باول مخروم وانت ما بتعرفش تعمل ما تعلمتوش وما فيش غيرك هاو حصل بقى وما فيش غيرك خلاص هتقوم شايل الحتة ديت وسايب حتى الاسايب بتاع الاندس بتاعت البول المتخياطين او وطالع وخلاص ده مش كنترول عادي وطالع وممكن انت عايز تكسب وقت 24 ساعة لحد ما حد بيجي يعرف فيه مليسبلين وانت وانت بتعرفش تعمل سبلينكتومي بس انت كل الحاجة ده مش كنترول هتحط باك وتطلع باك كده وتسيبها بفوقت وتسيبها وتطلع فيه ريترو بريتونية البليدينج والريترو بريتونية البليدينج دوت او في البلفز هتحط باكس في البلفز دي اصلا الحتة منايلة بستين نيلة يعني حتى لو بتاعها بتشتغل في الحتة ديت ما حدش بيعها بتشتغل لما بيبقى بقى فيه بليدينج في البلفز تحت بقى من الانترنال إليك ولا من البتاع بتبقى ايه او طبعا المفروض من ستيتريتمن تبتاحها حاجة راديولوجيكال بس يعني غالبا مش هتلاقي هنا راديولوجيكال ده في أماكن كتير يعني هتحط باكس وتطلع برضو فالدمج كنترول انت بتريستور الفيسيولوجيك الفانكشن بتاعت العيان طيب الدمج كنترول فيه رصة كده برضو اعتقد احنا قلناها لما تكلمنا عن الليفر رصة من الكلام كده اللي انا ايه انت بفوت قولها تمام برضو عشان خطر ما تنساش وعشان خطر لو حبيت تخش الامتحانات بتاعت الايه الاجنبية دي الرصة ايه والله انا خلاص اول حاجة بتكلم مع التخدير بتكلم مع العمليات بقول لهم حضروله الاباروتومي 6 بنايم العيان سوبين بحضره من اول رقابته لحد ركبه كل ده ده ما كان التحضير بنايمه كروسي فيكس بوزيشن اللي هو الارمز اوت الدرعين بتوع اوت وبعقم كل الكلام ده ولما اجي افتح بتفتح بقى ايه فتحة ايه محترمة كده كبيرة المفروض يعني لو انت داخل وانتش فاهم وانتش عارف تفتح من اللي زي فيسترنب لحد سيمفس بيوبس تفتح فتحة محترمة كبيرة كده عشان خطر ايه ده عيان ما فيوش دلع ده عيان عمال ضغط وبيقع منك وانت عمال انت اساسا بداخله من غير ستي من كتر ما فيوش وقت فما فيوش دلع هنا تعوش بقى تفتح فتحة صغيرة وايه وتعوش تشد ومش تشد ما فيوش وقت الكلام ده هتفتح فتحة كبيرة من اللي زي فيسترنب لسيمفس بيوبس الكلام ده ده مع كتوب في الكتب وبيتقال كده لازم بتقوله بالطريقة دي طيب اول ما فتحت لو لقيتم انت متوقع لو انت شغال في مكان فيه سيل سيفر سيل سيفر دوت لو انت عندك عيان فيه ويفلتروا ويرجعوا لك تاني عشان تعمل ترانس فيوجيا يعني حطها في دماغك لو انت شغال في مكان فيه هذا الجهاز يعني لو انت على فكرة تحضير سيل سيفر بياخد وقت يعني لو انت شغال في مكان والمكان ده فيه السيل سيفر ده انت محتاج تقول الجماعة بتوع التمريد تقولهم قبل ما العيان يوصل قط العمليات هتولي بقى السيل سيفر وحضروه شغلوه بتاعه القصة دي فيعني السيل سيفر ده مفيد جدا لان انت بيبقى لعين مثلا نزف 2-3 لتر دم جوا بطنه كده ال 2-3 لتر دم ديقول انا هاخدهم هفلترهم ودهم له تاني فبيبقى مفيد يعني في الحالات اللي هي ايه لو موجود والله يبقى مش موجود خلاص يبقى انت اول حاجة لما بتفتح الدم اللي بيطلع ده بترميه وانت مالكش دعوة خلاص بقى الوقت انت محتاج لحظة من الدمش كنترول قبل ما تعرف هو الدم ده جاي منين عشان كده المفروض المفروض ان الدمش كنترول الاباروتومي التمريد اللي معاك يكون لففلك الفوط كده رولات يكون عاملك مثلا 10 رولات خلاص هو هو ده نظام الدمش كنترول اعمل لي 10 رولات فوط وانا هخش انا شاكك فين انا شاكك اول حاجة كلينيكالي انه هو جاي من اللي سبلين اوم حطت فوط فوق اللي سبلين وفوط تحت اللي سبلين وامحطت بقى ماشي كلوك كويز كده خلاص انا حطت في اللي سبلين يبقى انا حط بقى في الليفت براكوليك جاتر هحط في البلفز هطلع على الرايت براكوليك جاتر عند الكولون وبعد كده هحط فوق الليفر وتحت الليفر ويبقى انا كده مشيت ايه مشيت بتاعدة مع عقارب الساعة طيب لما اجي اشيل الفوط لما اجي اشيل الفوط بتشيلها ضد عقارب الساعة بتشيلها من السايت الليست لايكلي ان انت شاكك فيه يعني انا انا شاكك اغرب حاجة انه هو جاي من يبقى هسيب الفوط بتاعت السبلين دلوقتي يبقى لما اجي اشت الفوط بحطها من السايت لايكلي اللي هو 다고 بيبليد خلاص يبقى انا لما اجي حط الفوط حطيت الفوط على وسبين ومشيت ولما اجي اشيل الفوط اشيل بقى ايه انا مشاكك انه في الفوط والله فوط الدنيا نشفة هنا تمام مشاكك انه حاجة في الفوط اللي حولين البر الدنيا هنا تمام خلاص بقى الفوت بتاعت اللي هو انا هشاكك اكتر مكان دي دلوقتي هي دي هسيبها لأخ طيب انت يا عم احمد عملت القصة دي طبعا الكلام ده احنا قلناه اعتقد قلناه لما كلمنا عن الليفر موضوع الايه الباكينج ده وطريقة القصة دي انت لما بتعمل الفوت وبتوقف البليدينج لحظة في كلمة كده هم حتى حبوا يسمعوها قوي كاتشاب انت يعني انت بس ايه بتدي نفس بتدينا نفس للعيان ولدكتور التغدير ان هو خلاص بسلا عمالي بليد 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 انت رح تحطيت فقط وقفت البليدينج يبقى الدم اللي انت بتعمله ترانسفيوجن اللي انت همكمل والفليوز انت بتعملها دي بدل ما هي عمالها تطلع بره وتخرخر بره تبدأ تخش بقى بتاعت العيان ويبدأ ايه كاتشاب لحظة الكاتشاب بديت مهمة جدا ان انت لازم بعد ما تحط الفوت تهدى بقى كده تمام ويتكلم دكتور التغدير بتاعك ايه الاخبار يقول لك والله ايه الدين يتحسنن دلوقتي يعني هتقعد بقى ايه ديئة كده او ديئتين دين يتحسنن دلوقتي فتبدأ ايه تشوف انت هتعمل ايه بعد كده خلاص طيب خلينا نقول ان انت لقيت الليسبلين يعني خلاص هو فيه انجر ديسبلين شاتر ديسبلين اه محطرنا كده يا حسين بقى ايه الحاجات اللي احنا الكلاسفكيشن بتاعت حد عارفها هتصورتها عجروب تعالي جنور سيجري امريكا يا عم حطها هنا يا عم حسين انت اعمل شير سكرين وبينها كده انا اعمل شير سكرين اوه خلاص انا اعمل شير سكرين اه بتاعت عندك الكلاسفكيشن ده مشهور جدا بتاع اسبليلك الجري امام فيه هو فيه جريد من وان لفايف عندك وان وطو طبعا ايه اه موضوع الجريدينج ده مش في يعني ما هواش قرآن كده زي ما هو مكتوب حسنا يعني مش مثلا مش جريد وان وطو كونزوراتي ف جريد سري مش عارف ايه مش عارف ان وام دي اختصار ايه هتلاقي حاجة راديولوجيكة لان وام دي من اوبراتيو منجمون انت من اوبراتيو منجمين اللي هي يعني موضوع مش كده مش كده خالص هي يعني ايه ده زي ما تقول ايه مستلايكلي يعني ان انت لو هي grade 1 و 2 هتبقى conservative grade 3 هتبقى يعني ممكن تكون surgery ممكن تكون non operative 4 و 5 هيبه كده مش فهي مهام مش قرآن يعني ولكن هو grading بيساعدك انه يخليك تتوقع هو ايه اللي ممكن يحصل والgrading ده ده CT ده بالCT خلاص احنا معملناش العين ده CT اللي احنا قلنا عليه السيناريو ده ولكن لو عمت له CT ولقيت grading يساعدك ان انت ايه والله تتوقع العين ده ممكن يحصل في ايه فمثلا لو لقيت مثلا shattered spleen grade 5 مثلا تمام اهم حاجة فيه classification تاني اللي هو ده اللي هو ده اللي هو بين قدامك ده اللي هو WSES classification والWSES اللي هو World Society of Emergency Surgery التاني اللي احنا شفناه ده اسمه American مش عارف American Association of Surgery جيروترومة حاجة زي كده الWSES ده حط حاجة مهمة جدا وده افيت بصراحة يعني ده افيت حط stability بتاعت الpatient هيمو دينامك ستيبل ولا مش ستيبل فمثلا WSES 1 و 2 و 3 كلهم هيمو دينامك ستيبل WSES 5 ده انستابل انستابل بقى مهما كان الامريكان بتاعه كام فانت لو عندك مثلا خلينا نقول سيناريو مثلا انت عندك واحد عنده شاتر ديسبلين اللي هو جريت 5 بس العين ستيبل هتفكر تعمل ايه انت الوقتي هتسيبه ولا هتعمله عملية ولا هتعمله اه امبولايزيشن اغلب الظن انت يعني اغلب الظن هتعمله ايه حد عارف امبولايزيشن هتعمل عنده قنقى ان هذا الامبولايزيشن انه عنده شاتر استيبل اسبيليم قد يسبيل عدد هو غالبا ستيبل لان هو هيبقى الامبآه بعد شوية فهتفكر هتكلم الجماعة بتاع راديوليجي واللي هم بتاع اللي بيعملو امبولايزيشن واتكلمهم اتخ давай يبصوا och يشوفو امبولايزيشن ولا طب انت لو معندكش انت معندكش حد بتاع الراديوليجي عملك امبولايزيشن هتعمل ايه تخش تشيل هو انت مش هتخش تشيل انت هتستنى يعني خلاص الاول عن ستيبل والله ممكن يعدي ممكن السبلين يلم نفسه يحصل بتاعه هتستنى خليه كده قاعد في العنبر وتستنى غالبا غالبا ده هيعوش تخش تشيل فكلمة غالبا ده هتخليك عمل ازاي هتخليك قلقاء بقى يعني انت مثلا لو انت في المستشفى مش هتروح تقعد شوية لو انت اكلم العمليات لو انت بقى ايه عايز تروح ومش عايز تقريف نفسك وعايز بتاعها هتخش تشيل خلي بالكو الموضوع فيه variability هنا وفيه القرار بتاعك بيعتمد على اللوجيستيكس اللي عندك يعني انت والله انا عندي دكتور التقدير اساسا هو موجود ولو مش انا مش هلاقيه تاني اللوجيستيكس دي بتخلق جماعة في القرار ودي حاجات مش بايدك دي حاجات غزبن عنك يعني خش تشيل يعني انا لو في امكانيات مستشفى ضعيفة لا انا هخش تشيل لو امكانيات قوية امكانيات طوية يعني ايه يعني انا امكان اجيب لدكتور التقدير في ا요 وقت امكان اجيب العملات في اي وقت امكان اجيب حد يساعدني في اي وقت امكان ادي بلد في اي وقت لا هيبقى ايه يبقى انا في اللحظة دي ايه ممكن استنى اوألاحظ العيان وبتاع ب الحيث ان هو لو واقع مني في اي لحظة هقدر اجمع الحاجات بتاعتي والله احنا في مصر والامكانات ضعيفة ودكتور التخدير ده انت لو ما ساكتش في دلوقتي هيروح اشتغل برايفت في حتة تانية يعني في حالات كتيرة كده لوجستكس بكسرق معك وده لمصلحة العيان مش هو انت مش متحكم في كل حاجة انت هنا في مصر مش متحكم في كل حاجة فانت هنا في مصر في السيناريو ده غالبا انت هتخش تشيل غالبا انت هتخش تشيل وبيعام بتاعك ممكن يكون ستيبل ففكرة الحاجات اللي حوالين العيان ديت دي مهمة دي مهمة جدا ودي مش بايدك يعني انت راجل وانت موجود انت شخصيا موجود وعايز تشتغل وعايز تفيد العيان بس في حاجات تانية مش موجودة في حاجات تانية انت مش متحكم فيها تمام يا شباب تمام يا رايش انت حط التور تيحسين تعالها كده نشوف الامبوليزيشن ده طبعا ايه يعني تعال نشوف من الصورة دي كده الفيديو ده اللي حطه الحين ده خلينا ان احنا عندنا عيان شاتر وستيبل وقررنا ان احنا نعمله بسيليك بيدي ايه يحمد بسيليك بيدي ايه يحمد ايه بسا مش تمعك معلش السيليك بيدي ايه بيدي بيدي اللي هو الهيباتي والسبلينيك والليفت جاستريك بيدي السبلينيك والليفت جاستريك والكومن هنبعد والكومن هنبعد فرص ودلوقتي ده اوبيح بين الكنترست فالكنترست بيروح للسيليك وطبعا دخل من الفيمورال والفيمورال دخل منه على الاكسترنر الاليك على الاورطة وبعد كده وصل لحاجة بالسيليك وحاجة الكنترست عشان يشوف الكنترست عشان يشوف يبين له وعايز يبص على الاسبلينيك تمام؟ وعما يشاور لنا بالماوس بتاعه حلو الفيديو ده يحصل حلو الفيديو ده يحصل وحط الكويلة ودخل وحط الكويلة ودخل تبينتش قوي الاكسترابازيشن بتاعت الكنترست ان انت بتشوف الاكسترابازيشن طالع من بره بقى الاسبلين دوت من بره مش داخل جوه وحط الكويل ده حاجة كده يحطها عشان يقفل بقى يقفل الارض الوال بتاع العمدات الاخير ده او ده يحطه يقفل بقى بقى كده بقى 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 الاتبرايزيشن او حاجات كده انواع كده بقى يروني مريكي اوه بقى 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 مريكي انت تبينتو للإنسان كتابي شباب قديمة ونا نأمون ممر حقا di تحمل الحمد لأن الى مวกرام يحصل الأفعاد مملأ لانه يسبب مصدر من قبل وهناك مجموحة للخ grounded herbal الى مراض بالعور الحمد على übrigens الحじث عندما يتقل كو م ranimo يعني في كامل الحمد وتقول أن الوأس طبعا بيحصل فيه سكيميا في المناطق كده معينة وحتى كان فيه حاجة اسمها يعني انت لو عملت لسبلين بيبقى فيه سندروم كده بيحصل نتيجة لانسكيميا بتحصل فبيحصل فيفر وبين ومش عارف ايه بس الدنيا بتلم نفسها يعني او على الاقل خلص انت عديت الاكينوستيج بتاعة الايه بتاعة البليدينج دي تمام يا شباب لحد هنا تمام يا دكتور احنا عندنا مشكلتين بالنسبة للاستخدام مشكلة العرنية نفسها مش موجودة في المستشفيات المركزية اللي عندنا الحاجة التانية لكادرة العشاعة اللي هم الاسبريينس اللي بتاعتهم يعني الكلام ده مش موجود غير في المركز خاصة او في الجامعات او في الحاجات يعني ما على الحاجات دي ممكن ما تبقىش موجودة لغير في الجامعة مصر ما هي ايه فهي مش موجودة فعلا اا كتير وحتى حتى برة مش موجودة كتير على فكرة يعني برة في سنات كتير كانش تبقى موجودة فيها اا فهي هي مش موجودة بس يعني ايه معلومة نبقى عارفينها يمكن بعد كذا سنة تبقى موجودة اصل موضوع على فكرة ما موجودة اختراع عظيم يعني يعني هو بس هي الفكرة بس ان العزم بتاعنا قليل شوي انما هو التكنولوجي ديت ما هياش عظيمة ما هياش كبيرة ولا حاجة ده هي حتة تي ارم على كاستر زغيرة كده بتحطها في الفيمرل وتدككها على بتاع بتحقنه يعني ما فيش ايه لو انت فكرت فيها هتلاقي ان التكلفة القصة ديت اقل كتير جدا من تكلفة الويب اللي بيعملها الجماعة بتاعها عندك اللي في الاورام اه فهتلاقي كتكلفة يعني كاست بنيفت والله الموضوع ده قفيت كتير جدا من حاجات كتير احنا بنعملها ملاهاش لازمة يعني او بنصر فيها فلوس كتير عالفاضي اه بس هي فعلا مش موجودة فهي اه يعني خلانا نبقى عارفينها و اه يمكن تكون موجودة بقى في المستقبل او يمكن حد يهتم ان يعمل حاجات الايه المفيدة دي اه انت تخيل مثلا انت اه هنقول دلوقتي هنقول دلوقتي ان انت لما بتعمل اسبرينيكتومي انت دخلت وعملت اسبرينيكتومي ايه الكمبليكيشنز اللي ممكن تحصل بقى بعد اسبرينيكتومي دي ايه اسمهم اسم يعني الوقتي انت عملت اسبرينيكتومي فيه كومبليكيشنز ممكن تحصل في البداية وفيه كومبليكيشنز اه عشان نعرف هو ليه الامبليزيشن احسن ايه شوف كل الحاجات اللي احنا نقول لوقتي ديت الامبليزيشن هيمنعها ايه بقى هي اقول بقى بس انا انا مش اه يعني مش بتاكرهم كده اه بس انا انا بتاكره اقول يعني مسلا بتاعتها تعلق جدا اه بتوصل لسبب عمية الف ومليون ومليون ومتيهم احاجات اكرامة غريبة اكيدا خليك خليك منطقي خليك منطقي ودهو عيان عمل فينكتومي انت خايف من ايه بوست اوبراتف فيديو الاميديات بوست اوبراتف فيديو يعني حاجات عادية دي حاجات بتاعت الكمبليكيشنز العادية بتاعت اي عملية ده مهمة جدا ليه لان انت اصلا عندك انت ممكن انت بتخيط ممكن الغرز بتاعتك ديك ممكن يبقى اه يحصل بقى ساكندري هيموريش نتيجة الانفكشن حصل مثلا عندك العيان مسلا الفيل دي بتاعك حصل له انفكشن فبعد دايما الانفكشن ده بيبقى بعدها بكم يوم يعني ده اللي هو هي غرز بتاعتك فكت اه او انت بيخد نسبت كويس اوه شاكندلي ده بيحصل بعدها باربع اربع خمس ايان كده الفيل وبتاعك حصله انفكشن انت بقى مكتش مروضة في الدنيا كويس والاتك مش نظيفة كويس a اه يعني حصل كده الفيل دي بتاعك بقى فيحصل بقى انفكشن ده قاعد ياكل فلتيو وبتاعه حصل ساكندري هيموريش تمامي بدي اول حاجة ناقولها يعني دي اول حاجة هتقولها اللي هو ايه البليدنج وفيه برايماري وفيه ساكدري ايه تاني بعد البليدينج حاجات اميدياد بقى حد عارف حد غير احمد اشترى احمد شكله ركب في الموصول بصد انجري البانكرياس انجري الكولون انجري لللونج انجري للتمك مستو كومان ايه بقى اللي احنا منخاف منه في اللي احنا قلتهم دول البانكرياس البانكرياس لان انت وانت بتربط ممكن التيلوف بانكرياس داخل في الهايلا لو احنا مذاكرين اناتومي التيلوف بانكرياس عندك في الحتة دية فانت ممكن تربط ساعتها معاك التيلوف بانكرياس لو اطعت او ربطت التيلوف بانكرياس يبقى انت كده ايه اطعت البانكرياتك داكت طيب دي دي تعمل ايه ايه الكومبريكيشنز اللي بتعملها القصة دية اسمها ايه البانكرياتك فسولة البانكرياتك داكت عمالة بدال ما هي كانت بتجيب الفليوت بتاعها وبتطلعوا في السي بي دي في بتاع ده في الديودينم ما السي بي دي اللي هي الكومان بايل داكت بتلتقي مع البنكرياتيك داكت والاتنين بيفتحوا في الديودينم والسيكريشنز بتاعتهم تخش جوه الديودينم انت روحت افتحت لها سكة نحة تانية وانت بتاخد الايه وانت بتخيط الفلسبلينيك أرتريوبين بتوعك فروحت فراحت الفليود الفيستولة بعد البنكرياتيك سيكريشنز كلها رحت طلعت من البنكرياتيك داكت دي هتعرفها ازاي هتشخصها ازاي دي يعني انت ايه الحاجات اللي تخليك تشك ان العيان دا عنده يا شباب حد معي معاك هتوجدتو معاك بس مش مش عارف السواء مش عارف اللي جايب بصراح هو الوقتي العيان دا الفليود دا هيروح فين الفليود دا هتجمع في البط هيعمل له انت رابدو من الكوليكشن لو انت حاط الفليود هينزل في الدرين لو انت حاط الدرين الفليود دا هينزل في الدرين عشان كده بعد يعني مفروض تحط درين استحب جدا انت تحط درين تي ناس ما بتحبش الدرين بس يعني سيبهم هما ما يحبوش او يحبو خلينا احنا انا شايف ان الدرين هنا ما بتضرش بالعكس بتفيدك انت تشخص وبعد كده كمان لان انت لو حاط الدرين وهي جايبة فليود والفليود بتاع البانكرياس بشكله سيرس كده وبتاع هتعمل اي انت عشان تشخصه هتروح جايب الفليود ده واخد منه اوميليز هتلاقي الاميليز اللي في الفليود ده عالي فتعرف ان ده جاي من البانكرياس وبعد كده الدرين اللي انت حاطتها ديت في حد ذاتها هي بتطلع فهي كده هي تريت هو العلاج بتاعه كده انه هو الكوليكشن ده بدلا ما عود يتجمعلي جوه ويعد يعمل ويبقى سورسف ممكن يبقى سورسف انفكشن هو يبدل يطلع لبرة والعين ده ممكن لو هي فستولة يعني مثلا بتجيب لها في اليوم مثلا 200-300 ده مش كتير خلاص احنا ممكن نمشي كونزيرفتر كده وهيقفل لواحده لو هي بقى هاي اوتبوت فستولة وعملها تجيب بقى 500 وليتر وبتاعه وحنا عمالين ماشي كونزيرفتر يوم في اتنين في تلاتة هنبدأ بقى نفكر في ايه في انتربينشنز بقى انتربينشنز بقى ممكن تحط البنكرياتيك ستنت البنكرياتيك ستنت هتحطها في البنكرياتيك داكتر عشان تقلل البريشر فالفليودي يعدي مني حالية وما يعديش مني حال تانية فايه فبتروموت الفستول انها تهيل او ممكن بقى تخش عمليات وبتاعه تلغوص وتخير بس دا ايه دايما انت في البنكرياتيك فستول بتمشي كونزيرفتر واغلى بالحالات بتعدي بالكونزيرفتر منجمنت ان انت تحط الدرين لو انت مش حاط الدرين في الاول ممكن تحط الدرين تاني راديولوجيك الدرين تخلي حق تاع الراديولوجي يعني حط لك الدرين في قريبة من البنكرياتيك اللي عندك دا هتشخصها بالفليود اللي نازل عندك في الدرين وبين انت تاخد منه او لو حد عنده بعد هتعمل وستيتي يبينلك ان فيه كوليكشن الكوليكشن بتحط فيه تخلي بتاع الراديولوجي حطولك في درين فينزل فتشوف سيكلو سيروس قلهم والله دا شكل وكده بانكرياتيك فستولة يبعتول اميليز دا السيناريو بتاع البانكريات كفستول خلاص ولا الكلام دا ادفانس عليك يا حسين انت والناس في السنة ربعة يعني احنا كنا عايزين الجماعة بتوع الجراحة يسمعوا الكلام دا بس ما فيش غراح مع الجمعة بقى طيب ايه تاني ايه تاني 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 اللي احنا عايزين احنا نقدر اهمية ايه تاني تاني اللي ممكن تحصل في البوست اوبرا تفيريو دا احنا قلنا الهموريش قلنا البانكرياتيك انجلي لما يحصل البانكرياتيك فستولة كل انواع الانجليز اذا انت قلتها مظبوطة بتاع دا كولون ممكن يتعور مش عارفية انت فتح بقى طبعا غير طبعا الويند والويند واليه العادية بتاعت ايه جراحة كل دا ان انا بقى تفاداة باليمبوليزيشن يعني اليمبوليزيشن دا حاجة يعني والله مهمة جدا جدا طيب ايه تاني بقى على اللونج رون اللي بيحل اللي شال السبلين دا طالع من المستشفى ما حصلوش انفكشن وما حصلوش كوليكشن ولا فستولة ولا بتاقو الدنيا كويس ورب نسترع معان على اللونج تيرم ايه الكومبليكيشن بتاعت واحد شايل السبليين مثلا بالضبط الراجل دا نعم كنت هل انت متوقع ان هو هيعيشتو العمر زي النسان الطبيعي الراجل دا المفروض الفروض اللي هو السبليين دا اول حاجة ان هو قبل ما يطلع من المستشفى هنعمل له ايه هنديله يبقى انت فيه تلاتة ارجانيزم كده مهمين لازم تعمل الفاكسينيشن للرجل دا قبل ما يطلع المستشفى اللي هما ايه حد عارفهم قول يا عم حسين الناس سريا من جيتس والهوموفلس طيب بي ونمكو كالستريبت سريبت وكس تمام ان هو الهوموفلس انفلوانز طيب بي والناس من جيتس و ان يمكو الفاكسينيشن فلس انت دول بتعمل له فاكسينيشن قبل ما العين يطلع من عندك في المستشفى اولا وبعد ما طلع تبقى عامل ايه يعني عامله ميديله معادي ان هو يعمل ايه يعمل الفاكسينيشن ياخد الفاكسينيشن زدية عشان خطر ما يجلوش الكلام ده لو عين وانت داخل تعمله الليكتف سبلينكتومي ما تيجت احنا ايه اهم انديكيشن الالكتف سبلينكتومي واحد هيشيل الاسبلين الالكتف لي ايه الانديكيشن تبقى الالكتف سبلينكتومي مش امرجنسي واكتر انديكيشن الاسبلينكتومي الاميرجنسي التروما في بقى الليكتف سبلينكتومي واحد كده جاي لك في العيادة والله احنا هعمل لك سبلينكتومي الاسبوع الجاي كلها حاجات اللي ايه بتاعة الايه الهيماتولوجيكال دي هاي الهي اديو باسيك ثرومبو سيتوفينيك بيربرا هدي واحد واحد عنده اديو باسيك مش اديو باسيك بقى حتى يسموها دلوقتي الليها اسم جديد اميونولوجيكال ثرومبو سيتوفينيك بيربرا واحد عنده هريديتر سفيروسايتوز امام دول هيماتولوجيكال دي ده واحد الاولاني ده عنده انتيباضيز طلعة باتنوت البليتلتس بتاعته طيب الانتيباضيز ديل بتبقى طلعة من السبليين بداية العلاج بتاعت الموضوع ده ميديكيشن ودول بيتعالجوا مع الجماعة بتاع الدكتها بتاع الهيماتولوجي والله هو قاعد يديله كل الحاجات وفشل خلاص مش لاقي حال تاني فبيقولك خد احنا انا مش قادر ادي الراجل ده حاجة تاني اعمل بقى بيديله بقى بيديهم هما كورتيكوستيرويد وحاجة اسمها ريتوكسيماب وقصص كده كبيرة طيب اللي عنده ده ده اللي هو ال ITB كانوا بيسموها دلوقتي لها اسم تاني يسموها اميونولوجيك اميونولوجيك لانهما اكتشفوا ان الثرومبوسيتوبينيك بيربرا ديت هو عنده ثرومبوسيتوبيني يعني البلتلس قليلة نتيجة لاميونولوجيك يعني في انتيبادي معين بيهاجم البلتلس بتاعة القصة ديت الانتيبادي ديت هي هي مش موجودة في الاسبليين ولكن هي بيحصل لها مش بتنتج من الاسبليين ولكن هي هو الانتيبادي لما بيهاجم البلتلس ال ال الاتنين دول كده مع بعض بيحصل لهم فاجوسيتوزز في الاسبليين فيحصل ايه الثرومبوسيتوبيني فانت بتشيل بقى الاسبليين ده خالص عشان ما يحصلش فيه القصة دي هم بيحاولوا الاول ان هم يدوا الكورتيكوستيرويد والريتوكسيمية والحاجات ديت عشان يقل الانتيبادي والله لو هو نجح بيبقى احسن العيان طبعا ان هو يعمل اسبليينيكتومي ولو فشل بيقولك تعالى اعمل اسبليينيكتومي الهريديترسفيروسيتوزز ده واحد ده ده بيبقى كونجينيتل واحد بتولد كده عاية الزغير دايما بيبقى الزغير في السن بتولد وعنده مشكلة في بتاعة ده بتاعته اسبليين بيكسرها بيتعرف عليها ان هي عادية مش طبيعية فبيكسرها فانت خلاص بقى وهي كويسة يعني هي ممكن تشتغل شغالة حلوة فده ده بتعمله اسبليينيكتومي بتقعد ايه بيقولك ايه بنسيبه كده لحد ست سنين هو يستفاد شوية من الامينيولوجيكال فونكشن بتاعة الاسبليين بس هو فيه مرحلة معايانة لازم هيتعمله فيها اسبليينيكتومي فدول اشهر اتنين انديكيشن للإلكتف اسبليينيكتومي وده العيان ده انت بتدي بقى فاكسينيشن من قبليها انت خلاص انت عارف ان انت هتعمله اسبليينيكتومي مش زي بتاعة تروما ويستحسن ان انت اسبوعين قبل قبل العملية بتاعتك لان في الاسبوعين دول خلال الاسبوعين دول اسبليين هيبقى جزء من التكوين الانتيبودز بتاعتك يبقى موجود عشان يلحق يشتغل شوية فيحسن موضوع نتيجة الانت الفاكسينيشن بتاعك فالعيان ده اللي هو هيشيل اسبليين معرض انه يجيله انفكشن عشان كده منفكر في موضوع الفاكسينيشن والعيان اللي هيشيل اسبليين ده هيفضل طول عمره عنده مشكلة في موضوع الانفكشن ده فالمفروض والكلام ده يعني يا رب انوصله بقى في يوم من الايام المفروض ان العيان ده بيبقى لابس معا كارت كده في المحفظة بتاعته او لابس اسورة مكتوب ان العيان ده شيل اسبليين ليه لو حصل ان العيان ده وقع في الشارع مثلا اغمع عليه الطبي عرف ان الرجل ده شيل اسبليين يبقى انا ببدأ معنى عنده انتبيوتكس على طول وبحاول اعزله وبحاول ابعيده عن الانفكشن بخدر الامكان لان ده ممكن يموت عارفين الابسي حد عارف كلمة اوبسي اه اوفر ويلمينج بوستسبلنكتومي سبسيس اوفر ويلمينج بوستسبلنكتومي اا انفكشن ولا سبسيس البتاع دي بتموت يعني عامل سبلينكتومي وانفكشن وداخل في انفكشن وممكن الموضوع يعني يكبر يكبر فيموت فده حتى عيان السبلينكتومي ده المفروض يبقى عنده انتبيوتكس على طول معاه في الدرج اا عنده في البيت اا في المستشفى يبقى معاه يبقى عشان كده بيلبسوهم برا اللي هي السويرة ديت او يبقى عنده كارتف جيبه انه شايل اسبليين بحيث ده اول ده مش زي العادي يعني هو اول ما يسخن او اول ما يبقى فيه اي اا يعني شك انه عنده انفكشن ويبدأ انتبيوتكس على طول فيه بقى موضوع الانتبيوتك بروفلاكس الانتبيوتك بروفلاكس ده قصة كبيرة لوحده ويعني مفيش جايد لاينز حتى الان متفق عليها هي كده ايه يعني كل مكان لي الجايد لاينز بتاعته فانت عندك الاطفال مثلا هما دول عرضة اكتر بان يجيلهم انفكشن وعندك الجماعة الكبار اللي هما اللي فوق ستين سنة عرضة اكتر ان هما يتأثروا بالانفكشن هما يموتوا من موضوع الانفكشن فانت فيه اماكن كتيرة بتدي بروفلاكتك انتبيوتكس للناس دي للجماعة الاطفال والجماعة الناس الكبار ان احنا بنتدي نديهم انتبيوتكس لحد ما يبقى عندهم 25 سنة للاطفال او نديهم انتبيوتكس لطول العمر اللي هي البروفلاكتك انتبيوتك اللي هي ايه حقنة البنسلين اللي هو بيدوها ايه بيدوها مرة كل شهر دي فموضوع الانتبيوتك بروفلاكتك ده برضو ايه قصة كبيرة فانت رحمت لو انت عملت انت رحمت العين من كل الدوشة دي لالاسبليم بتاعه يفضل موجود اه بيحصل فيه ممكن ستوات اسكيميك باتشز وبتاع بس بتلم نفسها وبيفضل فانكشا بتاع الاسبليم موجود ورحمته بقى لا هو هياخد باكسين ولا يبقى فيه انفكشن ولا اوبسي ده غير بقى ان انت رحمته من المشكلة بتاعت العمليات اللي هي ايه الحاجات اللي احنا قلناها الهيموريج والكوليكشن والانفكشن والابدوميل والهيرنيا وكل الحاجات اللي ممكن تحصل نتيجة العمليات فيعني بنحاول نبين اهمية السبليم بالقصة دي هو احنا كده يعني غطينا الموضوع بتاع السبليم اغلبه كده حد عنده مشكلة في اللي احنا قلناه ده تماما دكتور جذبك الله كل خير اه تماما يا شباب اعتقد ان احنا كده غطينا اهم الحاجات في موضوع السبليم اه لو احنا عايزين نخلي السيناريو مختلف شوية بحيث ان احنا اه ممكن نعوز كان من الاول خالص كدت هقولوك والله العين ستيبل ستيبل ديت فكدت هنعمل ستي فالستي يبين لبلاش سوين عشان عشان ستي 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 انجيو يعني احنا بندي كونتراست بجرعة مختلفة وبنصول العيان بشكل مختلف عشان نشوف فيه بليدنج ولا لأ ونشوف بليدنج جاي منين تمام فلو نشكين في موضوع بليدنج بنعم ستي انجيو لو ايه ستي انجيو جرام مبين بليدنج من السبلينيك ارتري ولا حد من بتاعته والعين ستيبل ففي اللحظة ديت اللي بنفكر فيها في موضوع زي ما عمك احمد قال كده انه في اغلب الاماكر مش هيبقى موجود او مش هيبقى متاحبة فانت ايه خلاص هتفكر فيه عمليات بس طبعا لو موجود هيمنع الكمبليكيشنز بتاعت الايه الاسبلينيكتومي اللي احنا قلناها دي اللي هي مميزه نقسمها اميديات ونقسمها اللونج تيرم كومبليكيشنز بتاعت الاسبلينيكتومي انا كده خلصت اه لو حد عنده اي سؤال او عيز تصرق قبل ما نقفل ويتفضل طيب يا حسين احنا هنعمل ريكروتمنت للجروب دا كله احنا هنلغي الجروب دا كله بتاع الجنرال سيرجري وهنعمل من الاول وجديد لان نشوف بقى الناس اللي هي حبة ان هي يعني تستفيد اه فطبعا انا كذا يعني دي تاني مرة او كده الناس ما تجيش خالص طب احنا عاملينه ليه فانت راجل حابب تستفيد واحمق جمعة حابب يستفيد وفي ناس كتيرة والله يكلمتني ممردش يدخلها علشان خاطر احنا قلت لهم لا احنا عملنا وخلصنا الجروب فاحنا هنلغي بقى الجروب دا كله وهنعمل بقى من الاول وجديد ماشي يا عام حسين ماشي يا دوتو ما فيه مشكلة ده نشوف مين اللي حابب لان انا انا في ناس فعلا كلمتني وقلت لها لا انا خلصنا الجروب وعملنا الجروب فطبعا يعني فيه استهتار كده والناس طبعا لو مش حبة خلاص بلاش بس ما يعطروش بقى ايه ما يعطرناش الناس التانية بقى يعني فيه ناس زميلهم فيه كذا حد يكلمني وانا قلت لهم بلاش فاحنا هنلغيه خلص وهنعمل معاوله جديد انت معايا طبعا واسماعيل هو معنا والناس اللي هي مهتمة اقمى الجمعة طبعا مهتمة وراجل معانا على طول بحيس ان احنا نخلي الموضوع اكثر افادة يعني طبعا ما حد على الجروب وما بيجيش بقى خلاص ما مش مهم يعني طبعا دوتور ماشي ماشي هنعمل بقى ريكا كروتمنت للناس من الاول وجديد ونبدأ نعيد القصة من الاول تاني ماشي دوتور بإذن الله تمام ماشي يا شباب بس انا كده خلصنا وان شاء الله نشوفي مجمعة الجاية هنعمل جاية يلا السلام عليكم اشتركوا في القناة